بيس بي عبانيو السلام عليكم هلا افريبادي اهلا لابنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الاول لعدادي ان شاء الله النهاردة هنكمل منهج شاين تو منهج المستوى رفيع عندنا يونيت تو سايد سيينج نفتكر عنوانها كان ايه سايد سيينج يعني مشهادة المعالم السياحية هنكمل ان شاء الله النهاردة الوحدة بتاعتنا لسان ثري ام فور عايزين تشوف الدروس اللي فاتت هتلاقوا الرابط بتاعتها في صندوق الوصف وكمان رابط صفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام تشوف مع بعض كده لانت بتاعتنا لسان ثري الدرس التالي عنوان ويه يعني قصر هوليرود هاوس يعني قصر هوليرود هاوس يعني له تاريخ طويل يعني التغير ببطء لغاية ما وصل لشكل المبنى اللي احنا بنشوفه اليوم طبعا اليونت بتاعتنا عنوانها اصلا سايد سيينج يعني مشاهدة المعالم السياحية يعني كل القطعة اللي فيها بتكلم عن معالم سياحية في دول مختلفة يعني القصر ده بدأ الونافي لما الملك السكتلندي سكتش يعني سكتلندي ديفيد الاول بنى ايه ان ابي ابي يعني دير دير اللي هو مكان للعبادة في مدينة ادنبرا عام 1128 لما ادنبرا اصبحت عاصمة سكتلندا في 1437 يعني الملك اختار انو يعيش في المكدة في الدير ده بدل من القلعة اللي موجودة في اعلى التل سكتش كينجز lived in the abbey until 1501 يعني الملوك السكتلنديين فضلوا يعيش في الميش وفي المكان ده لغاية سنة 1501 when james the fourth built a new palace لما جل ملك جيمز وبنى اصر جديد james the fifth added a tower ملك جيمز الخمس ضف له ايه tower يعني بورج and other new buildings between 1528 and 1536 يعني ضف له بورج بنا في بورج زيادة وكمان مباني تانية من العام 1528 ل 1536 mary queen of scotts ان هي ملكة ماري ملكة اسكتلنديين is perhaps the most famous resident of holyrood house يعني تقريبا هي اشهر من اشهر حد سكن الاصر ده resident يعني شخص مقيم في مكان اكتر حد مشهور اقام في الاصر ده او في الدير ده but she didn't stay there all her life لكن هي ما عادتش هناك طول حياتها she lived in the palace from 1561 to 1576 عاشت في الاصر ده من 1561-1567 when she left suddenly and went to england عندما غدرت فجأة وراحت على انجلترا the next big program of building at holyrood house started in 1660 after charles the second became king تاني مرحلة بقى من مراحل البنى في الاصر ده بدأت لما تولى الملك charles the second charles الثاني في سنة 1660 he built a new royal apartment and changed the abbey church into the chapel royal يعني بنى مكان جديد لرويل ملكي شقة ملكية كده and changed the abbey church into the chapel يعني غير الكنيسة بتاعت الدير لتشابل الكنيسة صغيرة ملكية but after 1707 kings and queens didn't live in holyrood house بعد 1707 الملوك والملكات ما بقوش يعيشوا في المكان ده they stayed in scotland's castles بقوا يقيموا في القلاع أو في الأصور البتاعة سكتلندا in 1822 george the fourth started to do some work on the palace 1822 ملك جورج بدأ في العمل فيه كمان في الأصر ده but it was queen victoria who made holyrood house the most important royal home in scotland again in the 19th century لما قد بقى queen victoria الملكة victoria في القرن 19 عملت الأصر ده مكان من أهم الأماكن في الملكية لماكن الحكم يعني أيامها في سكتلندا in the 20th century في القرن العشرين جورج the fifth added bathrooms الملك جورج الخامس طفلوا حمامات lifts وكمان أسنسرات and electricity وكهرباء so that the palace the place worked well as a modern home عشان المكان بدأ يشتغل كأنه منزل حديث then the royal family stayed there happily والعائلة الملكة الملكية يقيموا هناك بسعادة now queen elizabeth visits for a week every year and has garden parties with 8000 guests at the palace دلوقتي queen elizabeth الملكة elizabeth بتروح هناك أسبوع كل سنة وعندها garden parties يعني تعمل حفلات في الحضائف كل حديقة بيجيلها حوالي 8000 يعني 8000 ضيف في القصر ده it's possible to visit the palace and see its beautiful rooms يعني من الممكن انت ترح تزور القصر ده وتشوف القوة الجميلة اللي فيه you can also see exhibitions يعني ممكن كمان تشوف معارض of paintings لرسومات in the queen's gallery في معارض الملكة which queen elizabeth opened in 2002 اللي افتتحته الملكة elizabeth في سنة 2002 lesson 4 تشوف مع بعض بيكلم عن ايه هو كمان هنا كل واحد من أصدقائنا بيحكي عن مكان هو زاره اول حد هنا نيلسون نيلسون بيقول لي two years ago i visited pyro with my family منذ عامين two years ago اجاو بتدل على زمن ايه موضي البسيط شين كده قلنا هنا i visited تصرفي التاني للفعل two years ago i visited pyro زار pyro with my family مع أسرتي and we went to sexy sexy human it's an old castle near casco طبعا دي أماكن في pyro ده قلعة قديمة في بالقرب من مكان اسمه casco in the indies mountains يعني في جبال ال indies and anchor king called patch 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 built the castle on a hill nearly five hundred years ago يعني ملك ملوك انكا كان بنها هو القلعة دي منذ خمسمائة عام كانت على تل twenty thousand men worked on the castle for sixty years يعني ايه كام شخص كانوا بيعملوا في بناء القلعة دي twenty thousand يعني عشرين الف شخص كانوا بيعملوا فيها لمدة كام سنة sixty years the stones in the walls were huge الصخور بتاعت القدران بتاعتها كانت ضخمة some stones weighed over one hundred tons بعض الحجارة منها كان وزنها اكتر من ميت طن i enjoyed jumping on the stones كنت بستمتع من انا اقفز على الحجارة دي in fifteen thirty three Spanish soldiers came to you sexy human and fought the anchors يعني الاسبان الاسبان جم الجنود بتاوي الاسبان عشان يحربوا الناس هناك في انكز دول في المكان ده sexy human and the soldiers destroyed the castle الجنود ضمروا القلعة and today there isn't much to see النهاردة مفيش بقى مش بقى منها كتير but there is a very beautiful view لكن فيه منظر جميل ورائع ممكن تشوفوا من هناك روزانا بتحكي لنا بتقول i went to sygarvia when i was fourteen راحت على sygarvia وان ما كان عندها 14 سنة when i was on a camping holiday كنت في اجازة تخيم near madrid madrid في اسبانيا with my parents مع والدية we drove over the mountains to sygarvia sygarvia is full of all the buildings بيتوصف المكان مليان بأماكن أو مباني قديمة but the al-kazir was special for me al-kazir كان special for me يعني كان مكان مميز بالنسبة لي it's a big castle in the town هي عبارة عن قلعة كبيرة في المدينة and it's about 900 years old وعمرها حوالي 900 سنة the castle's on top of a hill القلعة موجودة في اعلى تل في قمة تل between two rivers بين نهرين i walked around the castle for hours تجولت فيها لساعات i loved its beautiful rooms اعجبني او القوض الجميلة بتاعتها in 1862 there was a terrible fire in the castle يعني سنة 1262 كان في حريق فضيع في القلعة after the fire the king rebuilt the castle بعد الحريق ده الملك اعاد بناء القلعة and now it looks the same as before ودلوقتي شكلها زي ما كانت قبل الحريق بالظبط martha i was on holiday in karko last month and visited the wawel castle كانت في اجازة في karko وزورت اي wawel castle قالت wawel karko was the capital of poland for over 500 years يعني karko كانت عاصمة polanda لأكتر من 500 عام and the castle is nearly 1000 years old والقلعة عمرها حوالي 1000 سنة it's quite big and it's on a hill in the center of the city كبيرة إلى حد كبير وكمان موجودة على قمة تال في وسط المدينة 450 years ago منذ 400 يعني 450 سنة king segment the old completely completely rebuilt this castle and now it looks like an italian palace يعني الملك segment عمل ايه تقعد بناء القلعة completely يعني بالكامل بشكل كامل وكمان بقى شكلها دلوقتي كأنها an italian palace كأنها قصر ايطالي a terrible fire destroyed the part of the castle in 1595 يعني جا حريق برضو حصل حريق ضخم ودمر الجزء من القلعة في سنة 1595 now the castle is a museum and is full of beautiful pictures الوقت هي عبارة عن متحف ومليانة بالصور الجميلة my favorite thing about the wall was the metal dragon at the dragon's cave اللي عجبها اوي الدراجن اللي هو التنين المعدني في مكهف التنين outside the castle it breathes fire every few minutes يعني كل دقائق كل الليلة بيتنفس نار بيتطلع عن بقنار دامتري بيحكي بيقول ايه last summer i went to monivezia with my mother and father مع امي وابي it's in the peloponese south of athens في جنوب اثنز اللي هي اتينا في اليونان it's an old town هي مدينة قديمة on a huge rock in the sea موجودة على صخرة كبيرة ضخمة في البحر you go across a bridge بتمشي على كبري to get to the town عشان توصل للمدينة دي its name means one entrance معناها معنى اسمها مدخل واحد because there is only one way in and out عشان بليها وطريق واحد بس تدخل منه أو تخرج منه it's an exciting place to visit هي مكان مثير عشان تلزيارة and there is an ancient castle over one thousand four hundred years old فيها قلعة قديمة مع عمرها اكتر من الف وبروبعمية عام on top of the rock في قمة الصخرة my favorite thing about mom elbasa بس لا there are no cars يعني اكتر حاجة عجبتني هناك نمفيش هناك سيارات شوفوا مع بعض الوكابيو اللي ربطاعتنا اهم الكلمات repeat after me palace palace change change slowly slowly king 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 queen 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 history 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 scotland 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 scotish scotish scots scots church 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 abbey abbey chapel 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 add add tower 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 resident resident royal 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 apartment 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 improvements 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 actor actor perform perform century 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 lift elevator electricity 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 modern modern guests guests exhibition 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 paintings 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 gallery 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 gas gas successful successful play play detective detective present present serious serious independent 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 musician 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 nearly 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 stones 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 huge huge way way terrible terrible rebuild rebuild the same the same completely 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 museum 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 metal 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 dragon 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 cave 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 breathe 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 joke joke upset upset near 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 ton 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 soldier 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 destroy 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 view 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 camping 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 special 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 minute 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 rock rock across 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 entrance 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 ancient 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 island island reporter reporter statue statue festival 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 irregular verbs ذات الفعال الشاذة sleep slept fight fought fly flew flown sing sang choose chose chosen leave left make made become became become begin began begun build built idioms and expressions British Airways الخطوط الجاوية البريطانية اسمها ايه British Airways and these mountains and these mountains the world trade center the world trade center اللي هو مركز الدكار العالمي take a photograph take a photograph يلتقط صورة the statue of liberty the statue of liberty تمثال الحرية empire state building empire state building مبنى المقاطعة الملكية do some work do some work يقوم ببعض العمل prepositions حرف القر يبقى تفتر مية ولو معايا instead of in the 19th century at the age of يبقى instead معاها of century القرن أو القرن يبقى معاها in century اللي هو القرن يعني 100 سنة at the age of at معا age at the age of في سنة كزا move to in the center of look like reason for reason for at university at university in the morning find out full of on a camping holiday on a camping holiday بحرف القرن مع holiday اسمه on on top of في أعلى on top of get to on the island على الجزيرة on the island famous for famous for مشهور به famous for opposites كلمة عكسها slowly quickly modern ancient heavy light huge tiny language نوتس بتاعتنا الفرق بين كلمة present وكلمة souvenir present معناها هدية هدية بقدمها في مناسبة معينة مثلا i bought a present for mom on mother's day اشتريت هدية الماما في عيد الأم يبقى دي اسمها present هدية بمناسبة معينة لكن كلمة souvenir معناها هدية اسكارية عشان افتكر المكان اللي انا زرته ده في يوم من الأيام ويبقى سوفنير قالت خان الخليلي يعني احنا مثلا فرحلة طلعين رحلة وروحنا خان الخليلي فاشترينا من هناك souvenir souvenir يعني هدية اسكارية تفكرني بزيارتي للمكان ده الفرق بين special و private special معناه خاص او مميز يعني مختلف عن الاخرين كان مميز بالنسبة لي يبقى كلمة special يعني حاجة مختلفة عن البقيين لكن private معناها خاص للملكية يعني ايه مقول this is my private car عربيتي الخاصة يعني تخصني انا ملكي انا كلمة يستغرق اسمها take take بيجي بعدها المدة مقول استغرقت كذا عشان كذا عشان دي اسمها to فاقول كده the left only took 58 seconds to get to the top يعني الاسانسير استغرق منه بس 58 ثانية عشان يوصلنا للقمة بتاعة المكان فالكلمة took هنا استغرق took وهنا جبنا معا حرف جبنا معا بعد كده ايه في حرف جار two وبعدها الفعل في المصدر استغرق عشان يوصلنا لكذا عشان دي اسمها to وبعدها الفعل في المصدر reason و cause الفرق بينهم هما الاتنين الاتنين معناهم سبب لكن reason معاها حرف الجار ايه for او اجيب بعدها كلمة why وبعدها جملة كاملة what's the reason for his absence ما هو سبب غيابه يبقى reason معاها for او ممكن يجي بعدها كلمة why وبعدها قلمة جملة كاملة لكن cause معاها حرف جار of اقول what's the cause of the fire ما سبب الحريق يبقى reason معاها for او why لكن cause معاها of million و millions million يعني ايه يعني مليون million كلمة ما بتتجمعش ولا هي ولا hundred ولا thousand ولا million التلاتة دول ما بيتجمعوش يعني ماقول he has eight million pounds معاه تمانية مليون جنيه eight million ما قلتش eight millions eight million يبقى تمانية مليون يبقى كلمة million و hundred و thousand ما تتجمعش طب وبعدها لو لقيتها بقى millions معناها ايه millions بقى بيبقى معناها ملايين من ملايين من السياح ملايين من الناس معناها ان انا مش عارف العدد بالظبط لو انا عارف العدد بالظبط زي كلمة eight million هحطها million لكن انا هنا مش عارف هما قد ايه فبقول رقم تقريبي فبقول ملايين من ملايين من اسمع millions of millions of visitors come everyday دايما مليونز هنجي بعدها هنلاقي كلمة ايه off يبقى متجمع لو كان بعدها كلمة off او مكون مش عارف العدد بالظبط قد ايه يبقى مليونز off pair و couple الفرق بينهم كلمة pair معناها زوج زوج يعني حاجتين شيء مكون من جزئين زوج لا يمكن فصله لا يمكن فصله زي I bought a new pair of shoes الحزاء pair of shoes زوج من الحزاء الحزاء ما ينفعش قلب سفرده واسيب التانية يبقى دوات اسمه ممنوع لا يمكن فصلهم عن بعض فهنا اقول عليه ايه pair لكن couple معناها زوج يمكن فصله عن بعضه I bought a couple of books اشتريت ايه كتابين كتابين لو تفصلوا عن بعضهم عادي مش هيحصل حاجة قولينا هنا لما اجي اسأل متى قام دافد الاول ببناء الكنيسة كلمة متى يعني ايه يعني when when did david the first build the abbey الاحداث التاريخية كلها بتبقى في زمن ايه بقى السامبل تانسة الماضي البسيط لانها حصلت وخلصت من زمان اوي ففي الماضي البسيط بقى في فعل مساعد did والفعل بعد did هيبقى فعل infinitive في المصدر فنجيبي هنا كلمة build يبقى when did david the first build the abbey اجاوب بقى في زمن ايه في زمن ماضي طبعا يبقى he built it in 1128 اخد بريم السؤال ده عشان المحادثات how long did scotch kings live in the abbey كلمة how long يعني كام من مدة عايشوا قد ايه الملوك السكتلنديين في الابي في الكنيسة او في الدير جبنا برضو هنا فعلة مساعد did عشان الحاجات دي كلها في الماضي احتاس تاريخية يبقى في الماضي وفي الاجابة نجاوب في زمن برضو past simple tense الماضي البسيط they lived in the abbey for 64 years جبنا في الاجابة كمان كلمة four four يعني عاشوا لمدة 64 عام لان السؤال بيسأل عن المدة how long كان من مدة يبقى في الاجابة بنجيب كلمة four how long did it take to add the tower كام المدة اللي استغرقتها عشان يبنوا يضيفوا البرج للمبنى how long وجبنا برضو did لان السؤال في الماضي احدى استاريخية وبعدها add to add هنا did it take take هنا في المصدر عشان did فانجاوب نقول ايه it took eight years استغرقت منهم كام؟ 8 سنوات جاوبنا في زمن الماضي جبنا التوك في زمن الماضي ليه؟ عشان السؤال في كلمة did writing guide how to write about a famous building ازاي نكتب عن مبنى مشهور مثلا نتكلم عن ايه the palace of hollywood house قصر الhollywood house ده اللي كلمنا عنه في اول الدرس when the scotch king david the first built an abbey in edinburgh in 1128 بيكان هو يعني الاصر ده بدأ لما بنى الملك ديفيد الدير في دمرا في 1128 king james the fifth added a tower and other new buildings between 1528 and 1536 هنحكي بقى تاريخ المبنى انه king james ضاف له برغ وكمان مبني تانية queen victoria made hollywood house the most important royal home in scotland in the 19th century انه ملكة victoria خلته اهم بيت ملكي في اسكتلندا في القرن 19 in the 20th century george the fifth added bathrooms lifts and electricity ده تاريخ المبنى كلهو في القرن العشرين بقى george the fifth george الخامس ضاف له حمامات ومصاعد وكهرباء now queen elizabeth visits the castle for a week every year دلوقتي ملكة elizabeth بتزور القلعة دي لمدة اسبوع كل عام يبقى لما هاجي اكتب عن اي مبنى مشهور هكتب التاريخ بتاعه وكل الاحداث هتبقى في الماضي عشان كلهو تبنى في الماضي الجرامر بتاعنا بيتكلم عن ايه adverbs of man الظروف الحيال يعني ايه ظروف الحيال الظرف الدل على الحالة ماقول دي adverb is a word that describes a verb اصلا يعني ايه adverb الadverb ده كلمة بتوصف الفعل اما اقول هنا بدي نكونه ازاي بنوصف الفعل ازاي مالهو بيمشي بسرعة بطريقة ماشي عشان ابي كلمة بسرعة دي اسمها حال عشان بتوصف الفعل اللي هو ايه يمشي نشوف كده بنكونه ازاي بنجيب الصفة ونضف لها ال y يبقى ال adverb الحال او الظرف بيتكون ازاي بنيجي على الصفة نضف لها ال y the car is quick العربية سريعة كلمة quick اقول the car runs quickly العربية تجري بسرعة ضفنا ايه لكويك هنا ال y عشان ايه عشان ايه عشان هي دلوقتي بتوصف الفرب اللي هو كلمة runs يبقى الحال بنضيف ايه للصفة ال y زي ايه كمان quick quickly slow slowly bad badly loud loudly quiet quietly nervous nervously sudden suddenly كل دول جبنا ال adjective الصفة ضفنا لها ايه اخيرها ال y the boy is slow the boy runs slowly جبنا slowly ضفنا لها ال y عشان نصف لنا ال verb runs علي is nervous يبقى علي speaks nervously نالها برضو هنا ال y بيقولينا ان adjectives ending in y preceded by a consonant we change the y into i l y يعني لو الصفة اخيرها y وقبلها second صوت second هنحول ال y ل i وبعدين نضيف ال y زي كلمة happy happy هنا قبلها ايه ال y هنا قبلها p صوت second فنحول ال y ال y بقى اسمه happily angry angrily easy easily lazy lazily the boys are happy the boys are laughing happily بيضحكوا بسعادة يبقى نجيب هنا حيال my dad is angry هنا دي صفة my dad is shouting بيصرخ بغضب angrily هنا نجيب حيال عشان بنوصف الفعل كمان adjectives ending in l e drop the e then add y يعني لو اصلا ال adjective الصفة اخرها l e طب احنا ما نحتاجين نضيف ال y بنعمل ايه؟ هنحزف ال e بس ونخلي ونضيف مكانها y تبقى اسمها كده terrible terribly comfortable comfortably enjoyable enjoyably كمان عندنا adjectives ending in l لو الصفة اخرها اصلا ال هعمل ايه؟ هدفلها اللوية عادي زي كلمة wonderful wonderfully بقى اتنين l successful successfully برضه بقى اتنين l الصفات بقى الشازة الظروف الشاز عندنا كلمة good الحال منها بنحفظه زي ما هو الحال منها well الحال او الظرف منها well fast هي هيها في الصفة والحال fast fast hard hard early early late late كل دول هما هما هم في الصفة وايه؟ والحال بنسميهم irregular يعني irregular adverb يعني ظرف او حال شاز بقولنا في بعض الافعال بيجي بعدها صفة زي الفعل feel sound و look ما اجيبش بعضهم حال احنا بنجيب بنوصف الفعل عشان نوصف الفعل بنجيب حال لكن الافعال دول ما ينفعش اجيب بعضهم حال بجيب بعضهم صفات بس feel sound look all he feels happy today بيشور بالسعادة نقولها كده he feels happy feel sound look بجيب بعضهم adjective صفة مش adverb حال قدرت تاني في الجرامر عندنا بيتكلم عن plural plural يعني الجامع ازاي نجمع نجمع الاسم الجامع بنجيبه ازاي عشان نحول الاسم من مفرد لجامع مفرد اننا بنضيف له ايه في الاساس s or es زي boat boat hat hat girl girls tree trees كل دول ضفنا لهم ايه في اخيرهم s وممكن اضيف es امتا لو كان الاسم اخره حرف من الحروف دي ch sh s s x or o في الحالة دي بضيف ايه es طيب ضي ايه زي كلمة watch watches ليسعات اليد brush brushes tomato tomatoes ضفنا في اخيرهم كلهم ايه هنا es fox foxes bus buses dress dresses برضو هنا ضفنا ايه es يبقى انا مفروض بضيف es or es ايه كمان nouns ending and y preceded by a consonant makes the plural with ies لو الكلمة اخرها y وقبلها حرف ساكن صوت ساكن اعمل ايه في الواي نحولها ل i وبعدين نضيف es زي كلمة city تبقى اسمها cities اخرها ies a fly الزبابة flies baby babies lady ladies كمان عندنا nouns ending in a vowel plus y ان لو عندي بقى اخيرها y بس قبلها vowel صوت متحرك نعمل ايه في الواي تفضل زي ما هي ونضيف اس عادي زي كلمة toy toys boy boys nouns that end in f or fe change f or fe to ves يعني لو الاسم اخره f او fe ايه بنغير الاف او fe لves زي كلمة wife wives knife knives شن الاف في ايه وحطينا ايه ves life lives scarf اخرها f شن الاف وحطينا ves es باس ما scarves بيقول لنا كمان nouns ending in two vowels plus f take s for plural يعني لو الكلمة اخرها two vowels اللي هما زي كلمة roof roof هنا اخرها f هل ان انا الاف هنا بحولها ves لا مش حولها ليه عشان قبل الاف two vowels يعني صوت طويل roof roof صوت طويل بنبقى هنا حط اس بس roof roofs chief chiefs chief chiefs كمان كان كلمة ايه كمان giraffe giraffe اخرها ايه double f لو هما double f يعني اتنين اف ما حولهمش تفضل برضو زي ما هي ونضيف اس عادي giraffe giraffes كمان عندنا بقى irregular plural يعني فيه جمع شايز بيبقى كلمة تانية خالص ده كلمة man man woman women child children person people persons foot feet tooth teeth gauze geese mouth mice طبعا الجمع الشايز بنحفظه زي ما هو كمان عندنا بنتكلم عن past simple negative and questions فاكرين past simple ماضي البسيط كان بيكون من ايه second form of the verb التصريف التاني للفعل الفعل عندنا irregular و irregular verbs افعال منتظمة و افعال شازة افعال منتظمة بنحولها للpast باضافة ايه ايه دي او دي زي كلمة play played play played والافعال الرجلر الشازة بنحفظ تصرفها التاني زي ما هي زي كلمة buy boat اشترت مونة boat address last week كلمات الدل على الماضي البسيط فاكرينها yesterday last ago in the past once one day ان و سنة ماضية كل دي كلمات الماضي البسيط نفكرنا بقى بالnegative النفي بتاع الماضي البسيط بنفيه بكلمة didn't وبعدها infinitive يعني فعل في المصدر مولوي didn't travel to Edinburgh ما سافرناش على Edinburgh she didn't buy any presents مش اشترتش اي هدايا يبقى النفي بقى بكلمة didn't وبعدها مصدر في الquestions بقى السؤال yes no questions السؤال اللي معناه هل اجابته بتبقى ايه yes or no طبقا بالفعل المساعد في السؤال هنا ايه في الماضي did وبعدها جيب الفاعل وبعدين الفاعل في المصدر infinitive اقول هنا did he go to the zoo did وبعدين الفاعل he وبعدين جوه في المصدر ومما السؤال يبدأ بدد الاجابة بايه yes or no ونعكس اول كلمتين did he يبقى yes he did or no he didn't did you play tennis you بتتحاول في الاجابة الايه بقى لا i يبقى yes i did or no i didn't في الwh questions السؤال اللي بادئ بكلمة استفهام هبدأ بكلمة الاستفهام عادي وبعدها الفاعل المساعد في الماضي اسمه did وبعدها الفاعل والفاعل فين في المصدر when did they build the house when قد قدت الاستفهام الفاعل المساعد did والفاعل وبعدين المصدر هنا build they built it in 1978 لما اجاوب على السؤال ده بقى لازم اجاوب في زمن ايه الماضي لكن في نفس السؤال الفاعل اللي بعد did يبقى مصدر اللي اجابة بقى هي اللي تبقى في الماضي تشوف كده فهمني النهاردة number one he is smiling at his brother he is smiling بنوصف شكل ابتسمته يبقى هنا محتاجين ايه محتاجين adverb يبقى نجيب هنا happily لاخرها l y بيبتسم بسعادة she answered all the questions جاوبت على كل الاسئلة بوصف طريقة اجابتها يبقى وصف الفاعل answer يبقى correctly حيال هنا اخره l y يعني جاوبت في شكل سليم او صحيح she speaks Spanish well بتتحدث الاسبانية جيدا the palace changed slowly تغير ببطء the king quickly chose to live in holly road abbey quickly chose هنا بنوصف انه تم اقام بالاختيار بسرعة quickly chose يبقى ال adverb ممكن يجيب قبل الفعل اه او ممكن يجيب قبل الفعل عادي مهم يكون بيوصف الفعل this castle او the castle is big ايه هنا the castle is the castle is quite big كلمة quite معناه تماما اولا حدين ما بتيجي قبل الصفة they lived there for four hundred years ago قولنا ان كلمة hundred ومليون وثاوزند مش بيت جمعوا طالما في رقم قبلهم يبقى four hundred the castle is full of beautiful pictures مليئة بي اسماء full of the castle is on top of a hill على قمة اسماء ايه on top the castle looks the same as before نفس الشي the same it's one of the oldest parts of new york on the island of manhattan على قزيرة اسماء on the island she bought a great pair of blue jeans blue jeans اللي هو البنطلون طبعا ما ينفعش نفرر رقلين البنطلون عن بعضهم فنقول عليه pair is a building where monks or nuns live اللي بيعيش فيه الرهبان اسم ايه؟ ابي الدير is a large house that is the home of a king or queen اسم ايه اللي بيعيش فيه الملك او الملكة a palace اللي هو القصر cairo is the capital of egypt يعني القاهر عاصمة مصر محمد is a prince he is one of the royal family وprince يعني اميري يبقى واحد من العيلة الملكية he lives in an apartment on the third floor في شقة في الدور الثالث a is a small church كنية صغيرة اسمها ايه a chapel a is a period of one hundred years ميت سنة يعني ايه؟ السنشري يعني قرن بكده يكون خلصنا unit 2 well done احسنتم thank you تابعوني نكمل ان شاء الله باقي منهجنا لو عايزين نشوف الدروس اللي فاتت هتلاقوه في صندوق الوصف وكمان رابط صفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر